أهلا بكم القناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء فصائل مسلحة أو نواب برلمان إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي يتمتعون به لم تنجح حكومة السودان في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في سرقة القرن وذهبت باتجاه إصدار أوامر اعتقال ضد فريق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة للتغطية على السارقة الفعلية وبدء الاستهداف السياسي والإخصاء لكل معارضي الإطار التنسيقي لم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيلية للاتهامات ضد المسؤولين الأربع السابقين في حكومة الكاظمي كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السارقة وإيران هي الوجهة النهائية لهذه الأموال وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي فدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد عام 2003 حيث تم تسجيل عدد من كبريات السارقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر